موضوع آخر برضو أتكلم فيه مع حضراتكم القائمة الدولية للحكام قلت لحضراتكم إن الكابتن محمود عشور حيكون خارج القائمة الدولية للحكام والنهاردة الصبح تم إعلان هذا الأمر بشكل رسمي وبالفعل تم استبعاده من القائمة التي خرجت بدون استثناء أو مد لأي حكم تجاوز السن القانون بس أتمنى أتمنى إن ده ما يتغيرش بعد كده أتمنى أن تكون هذه هي القائمة النهائية لأنه لو تم تغيير هذه الأمور أنا وجهة نظري إن كلاتنبرج سيفقد مصدقيته في قيادة لجنة الحكام لأنه إحنا لسه ممكن نغير لغات يوم 31 ديسمبر هذه القائمة يمكن أن يتم التغيير فيها لغات يوم 31 ديسمبر لأنه النهاردة حصل اعتراض كبير على القائمة الدولية خصوصا من الكابتن محمد الصباحي اللي أعلن اعتراضه بشكل صريح وتوجه راح اتحاد كرة القدم وطلب أنه يعد أو يعمل قاعدة معه أو جلسة مع السيد جمال علام وقاعد معه والسيد جمال علام وقاعد السيد محمد الصباحي بأنه حيتكلم معك لاتنبرج لكن أنا ليه الرسمي اللي تم إعلانه في النهاية يهمني أنه نشوف السنة الجاية تحكيم أفضل مش للنادي الأهلي للـ 18 نادي أتمنى أن نرى تحكيم جيد وعادل للحكام أو للأندية المصرية خلال الفترة القادمة عشان يبقى عندنا دوري حلو نقدر نشوفه ونقدر نتفرج عليه بدون أن يكون مش معقولة طبعا الحكام مش 100% غلط مش 100% صاح حيفضلوا ماشيين صاح لكن الأخطاء زي ما قلنا كده في آخر خمس ست المباريات قد تكون هناك أخطاء بتحصل ولكن الأخطاء على الـ 18 نادي هي هي فده معناه لا يوجد تعمد ولا يوجد أصد نحن نحسب للأهلي مثلا أنا بقول مثلا نحسب ضد الأهلي مثلا أو جون يخش وما تحسبش أو كرة أوفصايد وما تتحسبش أو كرة مش أوفصايد وتتحسب أوفصايد فحاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها خلال هذه الفترة قولكم حاجة بقى لطيفة في الآخر فيما يخص لجنة الحكام كلاتنبرج أرسل خطاب للاتحاد الدولي الفيفا طلب أو طلبة استقدام محاضر من الفيفا عشان يحاضر للحكام في محسكر الإعداد للموسم الجاي الفيفا بعثت له مين؟ كابتن عزام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق السورة دي مبارح مع حضراتكو هو اللي بيستقبل كل حكام الموسم الجديد طب فين كلاتنبرج في السورة؟ كلاتنبرج كان عنده مطشف اليونان أنا عارف ولا فين؟ وبعدين يا جماعة وبعدين أنا لا يوجد عندي تعليق على هذا الأمر يعني زي ما حضراتكو شايفين الراجل طلب محاضر أما بعتله كابتن عزام عبد الفتاح وليس كل ما يعرف يقال وليس ايه؟ كل ما يعرف يقال